وللمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور محمد عز العرب رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام دكتور فند لنا الرؤية المصرية وأما ما ورد في بيان الخارجية المصرية الرؤية المصرية تجاه ما حدث من استهداف للنقلات النفطية في خليق عمان هي امتداد للرؤية المصرية التي سبق أن تم التعبير عنها إذا استهداف النقلات التجارية المدنية التي تم الاعتداء عليها في المياه الإقليمية لدولة الإمارات وكذلك استهداف المرافق النفطية للمملكة العربية السعودية الرؤية المصرية قائمة حول إدانة مع حدثة بشكل كبير الرؤية المصرية قائمة حول الحفاظ على وتأمين أمن الخليج من الاعتدادات التي توجه إليه من جانب الموليشيات المسلحة والتنظمات الإرهابية المدعومة من بعض القوى الإقليمية وأن تتحمل قوى المجتمع الدولي مسؤولياتها تجاه ما يحدث لأنه من الواضح ما يحدث لا يمس وفقا لرؤية مصر والكثير من القوى العربية كما جاء في بياناتها المختلفة اليوم لا تمس فقط أمن الخليج وأمن السعودية ودولة الإمارات بقدر ما يمس عرقلة حرقة الملاحة الدولية والتجارة العالمية طيب دكتور إذا كانت إيران مسؤولة سياسية وجنائيا على هذه الهجمات لما تم دعوتها للحوار دكتور تبقى لما ورد على لسان مايك بومبيو منذ قليل لأن إيران اليوم تم على لسان أكثر من مسؤول ما أشرت حراك إليه وهو أن ما يحدث يحتم على دول الجوار الأقليمي الدخول في حالة حوار الخبرات السابقة مع إيران لا تبشر بأي نواحي إيجابية في هذا السياق حتى بإفتراض أن وجود نوايا أو وجود بعض المؤشرات الأولية للتحول من حالة التوتر لحالة الحوار تستخدم إيران الأمور بشكل مختلف أولا تعتبرها أنها دعوة للضعف من جانب الدول العربية وأنها لا تستطيع مواجهة إيران بشكل كبير بل أن إيران تطبق ذلك ليس مع الدول العربية وحينما نشير إلى أن ما حرس من تراغع ومرونة في الخطاب الأمريكي خلال الأسبوعين الماضيين في مرحلة ما بعد إنعقاد قمة مكة الثلاث نجد أن الرد الإيراني بإفتراض وترقيح أنها هي الأقصر تورطا في ذلك لأن امتلاك تربيد للمساز بالنقلات التربيد نفط لا تملكها إلا دول ودول كبيرة في هذا السياق طيب هل هو تراجع أمريكي أم هو تناقض في التصريحات وفي المواقف يعني بومبيو في الوقت الذي يشير فيه إلى مسألة العودة إلى طاولة النقاش والحوارد برام عبر تويتر يقول لا أمريكا ولا إيران مستعدتان لإبرامي أي اتفاق إذن السؤال ما هو البديل إذا كان الحوار مقطوع بين الطرفين نحن نتحدث عن تعددية في الأدوار للمؤسسات الأمريكية مثل ما هو تعددية في الأدوار في المؤسسات الإيرانية الولايات المتحدة هناك تشابه ميناء مع إيران وهو تعدد الأصوات داخل الدولة الواحدة كما أشارت حضرتك تصرحات بومبيو وهي ليست التصرحات الأولى تصرحات بومبيو منذ عدة أيام حينما أشار وهي تعبر عن تحول كبير في السلوك الأمريكي بأن هناك استعداد من جانب واشنطن للغلوس على مائدة المفاوضات مع تهران بدون شروطه مسبقة وهو ما يناقض الـ 12 شرطا التي سبق أن وضع ترام لبدء حوار مع إيران النقطة الثانية يعني ترامب يتحدث عن أن هما غير مستعدين وإيران غير مستعدة لبدء التفاهم وإلا ما هو مغزى أن يتزامن مثل هذه الضربات مع زيارة رئيس الوزراء الياباني لطاران وحاولت إيران أن تستخدم نوعا من الحيل في هذا السياق بأن يتزامن مثل هذه الضربات في ظل استقبالها لرئيس الوزراء الياباني على اعتبار أنها ليست هي المتورطة في ذلك وكمان يعطي إشارة بأن إيران حتى أن الوساطة لا تقدمها نفعا لأن الوساطة لا تحقق لها بعض المصالح وإنما ما يحقق مصلحتها هو إعادة العمل مرة أخرى بالاتفاق السابق الذي طم التوقيع عليه بعهد إدارة أوباما التخفيف بشكل كبير من حالة العقوبات الأمريكية التي يبدو أنها أرهقت الاقتصاد الإيراني بشكل كبير على نحوة جعلها أن توجه بعض الضربات لبعض حلفاء واشنطن في المنطقة لواشنطن ذاتها وإحراجها واعتبارها حليف غير مستقر باعتبارها غير قادرة على رد كما أشرت حضرتك بسلوك فعلي وليس بتهديد اللفظي وإطلاق بعض التويتات أكثر من ذلك بأنها لديها القدر على إحداث أضرار في الإقطاع الذي حدث الضرر فيه وهو القطاع النفط الأكثر أهمية من ذلك وهو الحق ضرر بأكثر من جهة والكثير من القوى الدولية منها دولة زي النرويج التي تمتلك أحد شركتها بعض واضح أنه حدث لها وبالتالي أن الإضرار التي يحدث لإيران سوف يحدث لعدد من دول العالم وليست لطهران فقط شكرا جزيلا دكتور محمد عز العرب رئيسه وحدة الدراسات العربية والإقليمية في مركز الأهرام شكرا جزيلا دكتور على كل ما تفضلت به